لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدرا إن الذين يكفر بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتأخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم وجرهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صعي قد بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بمثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبر واخذنا منهم ميثاقا وليرا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق وقالهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم بلا يؤمنون إلا قليلا وبكفهم وقلهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى برامن ورسول الله وما قتلوه ما صلبوا لكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فينا في شك من ما لهم به من علم التي بعضا وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتب إلا لا يؤمنن به قبلوته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هدوا حرم العالم طيبة وحلت لهما بصديم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم مريبا وقدره عنه وأكلم أموال الناس بالباطل وعنددنا للكافنا منهم عذابا أليما لكن الرأسي أخونا في العلم منهم المؤمنون يمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجر عظيمة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي والنبيين من بعده وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب الأسباط وعيسى وأيوب ونسى وهارنا وسليم وآتينا داود السبور ورسولا قد أصصناه عليكم من قبل ورسولا لم نقصصهم عليكم وكلم الله ساتكلم رسولا مباشرين ومدينين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكات يشهدون وكفى بالله شهدا إن الذين كفروا صدوا عن سبيله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ظلموا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم وخدنا فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم والرسول بالحق من ربهم فأمنوا خيرا لكم وإن تقفروا فإنني الله ما في السماوات والعرض وكان الله عليما حكيم يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح مد فأمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنته خيرا لكم إن الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنقف المسيح وأن يكون عبدا ولا الملائكة المقربون ومن يستنقف عن ومن يستنقف عن عبادته ويستكبر فسيحشر منه جميعا فأمن الذين آمنوا عمن الصالحات فيوفيهم وجرهم ويزيدهم من فضله وأمن الذين استنقفوا واستكبروا فيعدم عدبنا ولا يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصرا يا أيها النسو قد جاءكم مرهان من ربي وأنزلنا إلىكم نورا مبينة فأمن الذين آمنوا بالله وعطاصموا به فسيدخن في رحمة منه ويهدهم لي سراطا مستقيمة يستفتونك قل الله يؤتهم في الكلالة إن يملؤها لها لها نسو وله أختم فلها نسو ما ترخ وهو يثهى إن لم يكن لها ولدا فإن كان تثنتين فلهم الثلثان مما ترخ وإن كانوا أخوة الرجالا ونساء فلذكر من حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضل والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوثوا بالعقود وحلت لكم بهمة الأنعم إلا ما يساء عليكم وإذنوا حل الصدي وأذنوا حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام ما يبدأون فضلا من ربي ورضوانه وإذا حللتوا فاصطادوا ولا يجرمنكم سنانقام من أنصدكم عن المسجد الحرم أن تعتدوا وتعاونوا على البطن والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم والحم الخينز وما أهل لغين الله به والمنخنقت والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذو بحال النصب وأن تستقصم بالأسلام ذلكم في سقون اليوم إسان الذين قروا من دينكم فلا تخشاههم أخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأرضيت لكم الإسلام فمن يضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماعلمتم من الجوارح مكالبين تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا مما أمسكن عليكم أتقول اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعاموا الذين أوتوا الكتب أحل لكم وطعامكم أحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محصينين وغير مصافحين ولا متخذين أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فأوصن وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جربا فطهر وإن كنتم رضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم نغائد أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا فتيمموا صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدر يا أيها الذين منكونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم سناء قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون وعد الله الذين أبنوا أبنوا الصالحة لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين منكونوا نعمة الله عليكم إذ همكم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكفأيدهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلن يتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله من ثاقبني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقبتم الصلاة وآتيتم ساكة وآمنتم برسولي وعزرتمه وقرتم الله قردا حسنا لو كفران عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقاضهم مثاقهم لعنه وجعل قلوم قاسية يحرفنا الكلمة عما وضيه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تضاي على خائنة منهم من قليلا منهم فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأغرأنا بينهم العدوة البغضاء أين يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سمول السلام ويخرجهم من الظلمة للنور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملكمنا الله شيئا إن أرد أن يهلك المسيح بن مريم وهو ما في الأرض جميع ولله ملغ السماوات الرضوة وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت إلى هدو النصارى نحن أبناء الله وحباؤه قل فلما يعذبكم بذنبكم بل أنتم بشر من من خلقه يغفروا من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملغ السماوات الرضوة ما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا من مشير ولا ندير فقد جاءكم مشير وندير والله على كل شيء قدير وإذ قال مساء لقومه يا قوم اذكروني أعطى الله عليكم وإجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم اذكروا لأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على أدبركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قمن زبار وإنا لن ندخل حتى يخز منها فإن يخز من فإنا داخلون قال رجل من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فلوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقد لا إنها هنا قاعد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا بين القوم الفاسقين قال فإنها محربة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين وتعاليهم بأبني آدم بالحق إذ قرب قربانا فقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقوة لنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن مسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقوة لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبو أبي إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقدله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غربي يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب فواري سوء أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع ولقد جاءتهم رسلنا بالبينة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسنفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفى من الأرض ذلك لهم خزوا في الدنيا ولهم في الآخرات عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله طابته إله الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن الهم في الأرض جميعوا ومثلهم وعهم ليفتدوا بهم من عذاب ومن الكيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم مخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسرق والسرقاتوا فقطعوا وأيديهما جزاء مما كسبان كالم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ذلم وصل فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألا ابتعلم أن الله لهم الك السماوات والعب يعذ من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسل لا يحزنك الذين يسارعون في الكهر من الذين قروا وآمنا بفاهم ولم تؤمن قلوبه ومن الذين هدوا ومن الذين هدوا سماعون الكذب سماعون لقوا من آخرين لم يأتوك يحذفون الكلمة من بعض مواضع يقولون إن أتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤده فاحذروا ومن يرد لهم فتنة فلن تملك لهم من الله شيء أولئك الذين لم يرد لهم أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرين عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحة فإن جاءوا كفحكم بينهم وعرض عنهم وإن تعرض عنهم فليدلوك شيء وإن حكام دفعكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمنك وعيدهم التورط فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التورط فيها هدى ونور يحكم بها النبينا الذين أسلموا الذين هدوا رباني والأحبار ومن يستحفظوا من قذب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا وليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفين على آثارهم بيعيس بني ماري من صدق لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجل ليلة فيه هدى ونور وصدق لما بين يديه من التوراة ومعيضة للمتقين وليحكم أهل الإنجل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب الحق المصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تنتمي أهواه مع ما جاءك من الحق لكل يجعل منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لا جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغوا فيما آتكم فاستبيقوا الخرات إلى الله مرجوهم جميعا فإن أبيكم مما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وأهو وحذرهم أن يفتنوا كعن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولى فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهليات يبغونون أحسن الله حق لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أونياء بعضهم أونياء بعض ومن يتولهم منك فإنهم منهم إن الله ليهدي القوم الظالمين فترى الذين فيقلوا من مرض يسارون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسن الله أن ياتيا بالفتح أو أمن من عيده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقولوا الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لماكم حبطت أعملوا فأصبه خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عاديني فسوف يدله بقوم يحبهم ويحبون أدلتنا على المؤمنين أعزتنا على الكافرين يجاهدنا في سبيل الله ولا يخافون لما تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسله والذين من الذين يقيمون الصلاة يؤتون زكاة وهم راكعون ومن يتلوا الله ورسوله والذين أهل فإن حسب اللههم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أعطوا الكتابين قبلهم الكفار وانياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناتيتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أوزل إلينا وما أوزل من قبل وأن أكثر مفاسقون قل هؤلاء بكم بسن من ذلك مثوبة العيد الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنزر عبد الطاغود أولئك شروا مكان والضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسنعون في الإثم العضوان وأكلهم الصوحت لبس ما كانوا يعملون لولا ينههم ربانون والأحبر وأن قولهم الإثم وأكلهم الصوحت لبس ما كانوا يصنعون وقالت إلى هدية الله مغلولة قلت أيدهم والعنوا وقالوا بنيدهم ومسوطة ومفقوا كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما أنزل إلى الكبير ربك طويانا وكفرا ولقين بينهم العداوات والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدونا رل الحرب يطفى الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمن وتقل لغفرنا عنهم سيئة ولو دخل لهم جنات نعيم ولو أنهم أقوموا التورة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فاقهم ومن تحت أرجلهم منهم ما تم مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها رسول بلغبا أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فأمبلغ ترسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدل قوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التورة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك دبيانا وكفرا فلا تعسى على القوم الكافرين إن الذين أمنوا والذين أدوا الصابر والنصر من أمن بالله ولم الآخر وعمل صانحا فلا خوف علىهم ولهم يحزنون لقد أخذنا مثق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسولهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذب وفارقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا صموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا صموا كثير منهم والله بصير مما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة وما أهو النار وما للظالمين من الأنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ياته عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم وعذاب ألم أفلا يتوبنا إلى الله واستغفرنا والله غفر رحيم والمسيح بن مريم إلا رسول ودخلت من قبل رسول وأمه صديقة كان يقولان الطعام وذن كيف نبين لهم الآيات ثم أذن أننا يوفقون قل لا تعبدون من دون الله ما لا يمنق لهم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا وأهواء قم قد ضلوا من قبل ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كروا من بني إسرائيل على لسان داود وعين سبري مريم ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكرين فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أوزلين له ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدنا شدنا شعدا ودى الذين آمنوا يهدى والذين أشركوا ولا تجدنا أقربهم ودى الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرى ذلك بأن منهم قسيسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون